حيو الهجل مغمراتية حي مركوب الثلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنقاح فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم بقمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الهجن العربية الأصيلة حيثنا بالرامقنا اليوم خصص لسن الحول والزمول 6 كيلومترات المسافة المقررة من قبل اتحاد سباقات الهجن وشارة ديوان صحب السمو رئيس الدولة والذي تاتي بهذا التاريخ 19 لعام 2022 حيثنا تنطلق في هذه اللحظات أول أشواط الحول المحليات الأصائل انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين ثمانة أشواط تتوزع ما بين الحول والزمول المحليات والمهجنات الأصائل ينطلق أول الأشواط بحفظ من الله ورعيته أيضا ونأخذ مقدمة الشوط والمركز الأول نو مهير بن علي بن دري المنصوري يتقدم في هذه اللحظات مع نو على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني في هذه اللحظات تتقدم وتاتي في هذه الإثارة وتتقدم التي هي أيضا الشاهنية محمد بن أحمد بن الخميس الأخيلي يتقدم بدورة حاضرة مع الشاهنية على مستوى المركز الثاني المركز الثالث تتقدم وتاتي كذلك أيضا تراحيب سالم بن سعيد بن خميس بن حمد الأكتبي خذت المركز الثالث المركز الرابع وصل النداء وتتقدم جبارة وسيف بن راشد بن سيف الشامس احتلت المركز الرابع المركز الخامس تقدم مع شواهين وسهيل بن سيف بن سهيل بن كلثام الأخيلي خذت المركز الخامس هذه هي نتائقنا مشاهد القرام للمراكز الخمس لوائل في هذه اللحظات ولكن قوائزنا للعشرة في جميع الأشواط التي أيضا ترونها مشاهدنا القرام في هذه الفترة الصباحية هذه هي لقطتنا التي تراهق هذا الشوت وهكذا الأسمى التي أيضا ذكرت إلى مساء معكم في هذه اللحظات وبهذه التحديات الأولى الصباحية ستكونوا مترات مثلا ما سلفنا المسافة التي تنطلق منها هذه الثلالة أول مرة في هذا الموسم نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه التحديات وفي هذه الأمداعات الأولى الصباحية هكذا الأسمى أيضا التي أيضا انطلقت في هذا الشوت من خارب حدود 11 مطية نتمنى التوفيق لجميع الفايتين 2 كيلومتر انتهينا منها وأربع كيلومترات ما تبقية عن الوصول وعن العبور نحو خط النهاية ولا زالت على الصدارة ومقدمة الشوت اللي هي نو مع المركز الأول تتقدم القبوع في هذه اللحظات وعلى صدارة الشوت والمقدمة في هذه اللحظات هذه هي نو على مقدمة الشوت من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات وبهذا الانطلاق الرائع والكميل مهير من عليب الدري المنصوري هو من يقدم نو على مقدمة الشوت مع أول أشواق أيضا دلال المحليات الأصائل هكذا أيضا الأبداع وهكذا نوه هكذا الشعار من دري الذي لحضورها دائما وكذلك في أشواق الربود وسيوفها من شاء الله يشارك اليوم في هذه المشاركة يبدو أنه لأول مرة على أرضية هذا الميدان نتمنى له التوفيق والسداد والنقاح بهذا الشعار المميز الذي عرف لقماهيره ولمحبه أشعار من دري المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه أيضا الإثارة تتقدم مؤتات الشاهنية مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق يقدم الشاهنية هناك محمد بن أحمد بن خميس الأخيلي على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه أيضا الإثارة المستمرة المركز الثالث المركز الثالث تتقدم أيها الحمد الكريم وتاتي قبارة سيب الراهي بن سيف الشامس احتلت المركز الثالث المركز الرابع شواهين تتقدم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع سهيل بن سيف بن سهيل من كل ثم الأخيلي هو من يقدم شواهين على مستوى المركز الرابع المركز الخامس وصول في هذا اللحظات وتقدم مع تراحيب انضمت في هذا اللحظات على مستوى خامس الأسماء في هذه آل إثار وبهذا الانطلاق المميز بينما أيضا تدخل وقدوم مع شواهين في هذه اللحظات أو سرابة تتقدم أيها الحظ الكريم مطر بخلفان بمطر الشامسي حاضرا مع سرابة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع تابع بعد سرابة أيضا تدخل في هذا اللحظات من الطرف الآخر اللي هي غازية ومبارك بن خلفان بن مطر الشامسي يقدم غازية على مستوى المركز الخامس ولكن تابعني أيضا تقدم هناك أسامي بدأت بالزحف نحو ركب الصدارة ومقدمت هذا الانطلاق ما شاء الله وتبارك الرحمن هذه هي الحول المحليات أول أشواطها في هذا الصباح أول أشواطها في هذا الصباح ولا زالت نو لا زالت نو على مقدمة الشوط مع المركز نو تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا على أبداع المستمر على الصدارة وعلى مقدمة الشوط من شاء الله تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا أيضا التحدي المثير ومن يقدم نو بهذا الانطلاق ما شاء الله تبارك الرحمة شوف التحدي وشوف الأبداع بهذه على ثارة المستمر ما شاء الله أشعار بن دريم سيطر على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات اللحظات ومع أول أشواق الثلال المحليات الأصايا أكذا نو هي من تقود المسيرة في هذه الاثارة وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول يقدم نو مهير بعلي بن دري المنصوري على الصدارة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذا الأبداع المستمر المركز الثاني بدأت الأسماء وبدأت أيضا الأمور في هذه اللحظات والتقدم مع قبارة وسيطر راشد بن سيف الشامسي احتلت المركز أيضا الثاني المركز الثالث المركز الثالث وصول مع غازية مبارك بخلفان بمطار الشامس احتلت المركز أيضا الثالث المركز الرابع تقدم مع شاهينية وشواهين محمد بن أحمد بن خميس الأخيلي وسهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الأخيلي بدأت أيضا بالدخول في هذه اللحظات بأخذ أيضا هناك لغطة لهذه الأسماء الأخرى الحاضرة في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المميز من شاء الله تبارك الرحمن هذه الأسماء وهذه اللافتة ألف ومئتين ألف ومئتين التي تفصل عن العبور والوصول نحو خط النهاية في هذا الصباح وهذا هو بالدري على مقدمة الشور مع المركز الأول الكيلو المتر الأخير الكيلو المتر الأخير في هذه اللحظات وبهذا الأبداع وهذه هي حنو على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المثيرة تتقدم القموع في هذه اللحظات أشعار بن دري يقدم أيضا مهير بن علي بن دري المنصوري على مقدمة الشوط مع المركز الأول أهالي الختم حاضرين في هذه اللحظات وبهذه التحديات المميزة على الصدارة وعلى مقدمة الشوط من شاء الله وتبارك الرحمن هذه نو على المركز الأول ابتعدت بالقباهير من شاء الله وابتعدت أيضا بالمتابعين وبدأنا نقترب إلى خط النهاية من شاء الله تبارك الرحمن نو على مقدمة الشوط مع المركز الأول بهذا الانطلاق وبهذا الأبداع والتحدي والإثارة وكذلك صاحبة إنجازات هذه نو مع المقدمة ومع المركز الأول شكرا المحير بن علي بن دري المنصوري هو من يقدم هذه النوعية وهذا الشعار على مقدمة الشوط مع المركز الأول من شاء الله تنطلق بهذا الانطلاق وعلى مقدمة الشوط بدأت الشوط راس وانهت الشوط راس من شاء الله سلام الختم سلام على هذا الفوج وعلى هذا الانتصار مع نو لحظات الوصول العبور من شاء الله مع المتين المترة الأخيرة والتحديات المثيرة من شاء الله تتقدم القموع هذه هي نو لحظة الوصول إلى خط النهاية من شاء الله وسلام يلختم سلام مع هذا الفوج ومع هذا الانتصار هذه نو مهير بن علي بن دري المنصوري فتهالي نو نموس على هذا الفوز والانتصار مع نو بدأت الشوت راس وانهت الشوت راس شوهي مع المركز الثاني السيل بن سيل بن كلهم الخيل المكة الثالث كان مع مطرة والسيل بن بطيب الهواش الخيالي الرابع مع جبارة ايضا تتقدم ايوة الحمد الكريم وهناك ايضا سيب الرهيد بن سيف الشامسي والمركز الخامس كان هناك تدخل مع اللي هي منوه وانبارك بن محمد بن مبارك الخيالي هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام في هذه اللحظات نو توقيت الزمني تسع دقائق سبع وخمسين تهالينا وانه موسي نبعث مشاهد الكرام لمالك ايضا نو مهير بن علي بن دري المنصوري